يعني العلاج المناعي بيقدر يحارب السرطان في المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة دي يعني لا ده ده العقار الجديد اللي نازل للوقاية في المحطة لكن فيه العلاج المناعي بيستخدم كخط تدفع أول وفيه علاج مناعي بيستخدم كخط تدفع تاني وهذا العقار بيستخدم كعلاج وقائي بعد الشفاء من السرطان في المرحلة الثالثة المنظومة اللي حضراتك بتتكلم عليها دي بتخلي نسبة الشفاء قد إيه؟ أو بتحسن نسبة الشفاء لما نقررها؟ نحن النهاردة بنحسن نسبة الأعاشة قد تصل إلى ثلاث سنوات وهذه نسبة عالية جدا جدا في سرطان الرئيس يعني نحن في سرطان الرئيس ما كانتش بتعدد ست شوق نحن نحن رفعنا لحد ثلاث سنوات نسبة الشفاء بقت مرتفعة نسبة الأعراض من سرطان الرئيس ما عادتش موجودة بدأنا نقلل المضاعفات النتجة عن المرض النهاردة بقى المريض بتحسن فترة أعاشة بتحسن كواليتي أوف لايف مستوى معيشة وبتحسن نتائج مرضية لهذا المرض